اهلا فيكم حبايب برج الميزان في قناتي. رح نشوف توقعاتك العاطفين من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر. القراءة متل دائما رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس. يعني اذا انت عم تتابع الى برج الميزان ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها تعقدها تكون مشابهة لطاقتك او تنطلق عليك. قبل ما نبلش القراءة بس بدنا ناخد كل ثلاث تغضيح. طيب بل ننبلش اول شي بطاقتك يا برج الميزان نشوف شو هي طاقتك الحالية. بعدين رح نشوف ااا طاقت الشريك وخطواته القادمة. حاليا برج الميزان انت عم شوفك عم تحس حالك مضروم باشي معيا مع حبيبك او مع الشخص اللي عم تتعامل معه بعلاقتك. عم تحس بكسرة قلب من الشخص اللي عم تتعامل معه انت محاصر بعقلية المظلوم او كتير مركز على الجانب السلبي للامور في بينك وبين الشخص عمشوف من ناحية الحكي في بينكم كتير نزاعات وكتير جدالات ايضا عمشوف على الجانب الروحاني انتو هالشخص ممكن تحس انو هالشخص مش عمليف هادك متل ما انت بتريد او متل ما انت ردك لانو عمشوف انت عم تتمنى انو عم تتمنى من هالشخص في بعض الاشياء انو يفهمك بدون ما تحكي بالاشيء او بدون ما تعبر عنه مرات احيانا تتمنى هيك ايضا ممكن يكون في بينكم مشاكل بالالتزام وبالارتباط في شخص بالعلاقة يريد انو يكون اصدقاء فقط او يخلي الامور عفوية اكتر وفي شخص عم يطالب او طرف بالعلاقة عم يطالب بالتزام او ارتباط ارتباط جدي بالعلاقة عمشوف ممكن انت كنت عم تفكر انو مع هالشخص او انت اللي كان بدك التزام ارتباط جدي بالعلاقة او هالشخص هو اللي كان بده الامور تكون عفوية اكتر او او بنبدأ صداقة اكتر ومشي ممكن يكون مشان هيك انت برج الميزان مجروح طب خلينا نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك حاليا عم شوف الحبيب او الشخص اللي عم تتعامل معه مركز اكتر على عائلته او مركز اكتر حاليا على جوانب حياته الاخرى الخارج شوية عن العلاقة شوفه مركز اكتر على مدياته عم يحاول ممكن يكون بهالفة لكتير مركز على مدياته لانه في عنده كرتين للمادة وايضا في عنده فهالشخص كتير مركز على مدياته الى درجة الهوس ممكن تحكي او مش سامح لحاله انه يكون فيه اي طاقة جانبية او طاقة خارجية بالعلاقة عم شوف انه حاب يسيطر كتير على وضعه المادي وايضا حاب يسيطر كتير على وضعه العاطفي بمعنى انه هالشخص او حبيبك شريكك الشخص اللي هم تتعامل معه مش عم شوف انه في عنده نيونة بالتعامل مع الامور عم شوفه شخص بيحب يمشي كنته اكتر او بيحب يكون هو اللي يسمع اكتر وهالاشي ايضا سبب بينكم حدة في المناقشة او حدة في الجدال بينكم بين هالشخص لانه هوا بدي يكون الامر اللي ماهي بالعلاقة عم شوف الشخص اللي هم بتتعامل معهم عنده حب سيطر كتير عالي عنده حب سيطر كتير عالي طيب من ما نشوف طاقتكم المشتركة حاليا او شو ممكن يكون واحدة من الاسباب اللي قدت يكون في بينكم مشاكل يعني ومجادلات بيحكي لك pay attention to signs في اشياء انت وهالشخص كنتو مش عم تركسوا عليها كتير او كنتو عم تتجاهلوها اكتر يعني في طرف منكم ايضا كتير غامض او ما بيحب يحكي او الطاقة بينكم المشتركة كانت طاقة اا كنتو بتخبوا كتير في اا جو حالكم مش عم تحكوا مش عم تعبرونا وبعض عم بتشعركم همشوف ايضا انتم هو مركزين على الناحية المادية وفي منكم سبب المشاكل انو واحدة من يعني سبب المشاكل اللي بينكم في طرف كان بده ارتباط والتزام جدي ولكن ما حكى فيه او كان حس انو صعب عليه عبر اا اا عبر عن او يكون صريح مع الطرف الاخر انو انا بدي اا علاقة جدية بدي ارتباط جدي لانو ممكن تكون بداية العلاقة بينكم اا علاقة صداقة لانو عندك انت هون بطاقتك ممكن بدايتك مع هالشخص كانت بداية صداقة همشوف ايضا اا واحدة من الاسباب اللي عم يعني عم تأدي لخلل بالعلاقة او مشاكل بينكم انو انو عم تحاول تحلو الموضوع اا بطريقة بفرض السلطة او بفرض القوة يعني انت مش رادي تتنازل ولا هو رادي تتنازل وعمشوف انو في اا ما في تيم مورك او ما في مشاركة العمل او مشاركة بالشغل يعني انت عم تحاول تشتغل على العلاقة عمو عم حاول يشتغل على العلاقة ولكن اا ما في شراكة يعني انت تبني سيناريوهات في داخل عقلك وهو ايضا همشوف تحكموا على الموضوع من غير ما تسأل الشخص الاخر لانو اصلا في عندكم صلوبة بمسارحة افكاركم ومشاعركم تجاه بعض طيب خلينا نشوف خطوتك للمستقبل او انت شو مخطط اا تساوي بالمستقبل انت عم شوفك راح تركز او بدك تهتم اكتر بالطفل الداخلي لجوك او بمشاعرك الداخلية اللي انت عم شوف كنت عم تتجاهلها اكتر اا اا او عم تتجاهلها حتى حاليا ام شوفك من المستقبل او عم تهتم بالتفاصيل اللي انت ومشاعرك الداخلية اللي عم تحس فيها بالذات بعواطفك وبايجابيتك يعني عم شوف انو انت مش حاب فكرة اا انو انت اا حزين او زعلان او مشاعر مشاعر الايجابية عم تتمكن عليك انت مش حاب هالاشي فانت عم شوفك عم تهتم اكتر بطبيعة مشاعرك وباللي بتحس في اا داخل يعني في داخلك يعني اذا انت عم تشوك بالشخص الاخر انو في موحدة اخر او في طرف ثالث بحياته او فقط عم تشوك بطبيعة التواصل بينك وبينه انو هو مش جدي ومعم تشوف اا فيه الو نهاية عم شوفك رح مش رح تيجي على حالك اكتر لانو مش رح تضحي اكتر لانو عم شوف اغلبكم اا ضحيت او عطيت من عندك في سبيل انو يعني اا تنجح العلاقة كان بدك تنجح العلاقة مع هالشخص ولكن عم شوف اغلب عندك ورقة الساحر هون فاغلب افكارك او اغلب طاقتك اللي بتوجهها رح تكون في سبيل اا مشاعرك او اللي بتحس فيه انت من جوه هم شوفك ايضا وفي عندك مشروع او فكرة او فكرة ابداعية بنوع النا اا رح تركز عليها اكتر يعني هم شوفك مركز على حالك اكتر وكيف تطور من حالك اكتر ما نشوفك بالمستقبل مركز كتير على تصليح العلاقة بينك وبين هالشخص اكتر ما انك مركز على كيف اا تصلح من حالك وتطور من حالك خلينا شوف اا خطوة الحبيب القادمة في المستقبل اا الشخص اللي عم بتعمل معه او الحبيب او الشريك رح يمر بفترة صعبة بفترة رح يتعرض فيها الى اا كتير من من الاغراءات رح يكون اا لانه ايضا في فترة انعزال هالشخص رح يمر فيها يعني في فترة مش رح تحكي اا انت مع هالشخص ممكن تكونوا حاليا منفصلين او ممكن يخف التواصل او يخف بينكم عم شوف انه فبالمستقبل مش رح يكون هالشخص كتير متحمس الى فكرة الحب رح يكون متردد بفكرة الحب او بفكرة العلاقة بينكم لانه في عنده شكوك ومخاوف داخلية انه انه انت او برج الميزان في عندك اطراف اخرى في عندك طرف تالت عم شوف انه ايضا اذا في عنده عروض حب خارجية عند علاقة ما عم شوفه مقدم على علاقة جديدة عم شوفه مركز اكتر على روحانيات وهالشخص لانه في عنده مخاوف بالعلاقة ايضا اذا انت اذا هالشخص انت حاس حالك او اا او ممكن العلاقة بينكم حسيت انك انضممت فيها عم شوف هالشخص مركز اكتر على انه يكون اا عادل او بده يكون يعطي يعني ينصف في حق العلاقة عم شوفه مش عم يحاول اا يكون متلاعب او اشي مثل هيك بدتو الوضع بينكم يكون انصف وحقاني ايضا طاقتو رح تكون سريع على انه في عندك كرت هوائي هون هالشخص في عنده اا خبر منه عندنا رسالة او اشي حاب يحكي فيه معك او عم شوفه ورح يحاول يتقرب منك ولكن بنفس الوقت لانه اي حركة تقدم وعندك هون ايضا يعني هالشخص باني مثل الصور حوالين حاله عم حسه كانه متناقض شوي بافكاره الداخلية مع حاله انه بده يقرب منك وبده يحكي معك ولكن في نفس الوقت عم شوفه دفاعي شوي او رح يكون مش بمعنى دفاعي رح يكون شوي متردد هالشخص متردد باخذ الخطوة او رح يكون حاضر جدا باخذ الخطوة او حاضر جدا بكيف يحكي معك كيف يتواصل معك كيف تكون بداية الحكي معك قبل ما نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل بصير العلاقة خلينا نحكي شو ممكن الابراج اللي ممكن تتعامل معها لانه دائما شوف بالكومنتات انا دائما بنسى احكي شو هي الابراج بس الطاقات اللي ممكن تتعامل معها فيه عندك اه يمكن تتعامل مع برج الحمل يمكن تتعامل مع ابراج نارية ممكن نتعامل مع برج تورابيا أيضا في عندي أوراق تورابيا هون ممكن أن نتعامل مع برج العبراء أنا عندك The Hermit بس ممكن يكون أي برج آخر هاي ساقط طاقات اللي موجودة عندي بجهة أو بسايد الشريك طيب طاقتكم في المستقبل أو مصير العلاقة في المستقبل فيه أنت وهو لسبب ما لأنه هالكارت سالف سابوتاج أنت وهو لسبب ما كل ما تصير الأمور بينكم كل ما تتحسن الأمور بينكم فيه طرف منكم أو بيجوز حتى تكون تعقدكم الثنين فيه شخص منكم أو أنتو الاثنين عم تحاولوا تخربوا بالعلاقة به بحيث أنه تختلق أمور أو تتسرع بإصدار الحكم على هالشخص أو أنت عم شوف justice card عم شوف أنه فيه شخص لازم لازم يكون عادل بحق هالعلاقة أو يعني لازم تكون لأنه العادل مش بس فقط بإنه ما يكون فيه طرف ثالث أو إشي مثل هيك ممكن أنت تكون مش عادل بحق حالك وبحق الشخص أنك تحكم على هالعلاقة وتتسرع بإصدار الحكم على هالشخص بدون ما تسمح أنه يكون فيه مساحة يكون فيها تفسير أو شرح للأمور فتعقدكم بالمستقبل بدك تنتبه من هالشي إذا لبعض منكم المنفصلين إذا وجدتوا لبعض لأنه عم شوف فيه عندي ace of cups هون يعني فيه عندك بدايات بالعاطفة الجديدة ولكن كرت النصيحة self-sabtage بيحكي لك انتبه ما إنه تكون متسرع جدا أو تطلق الأحكام بسرعة في حكم هالعلاقة أو مع هالشخص بدك تنتبه همشوف أيضا فيه بينكم بالمستقبل طاقة انتظار شوي على طيب من الناحية العقلية أو من ناحية الcommunication والتواصل همشوف فيه حكي مفعل بدكم تحكو فيه فيه تطور وإمد السعر من نوع المعب وما يخص العلاقة بينكم لأنه هالكارت بيحكي عن شخص طالع من معركة أو طالع من إشي منتصر فعمشوف بما إنه الطاقة مشتركة بينكم أمشوف إنه فيه تطور إيجابي رح يكون في صالح العلاقة بينكم فيه فقط فترة انتظار بسيطة رح تصير أو فيه شخص عم يستنى رسالة أو خبر من من طرف معين ولكن بما يخص البدايات أو ممكن عمشوف إنه إذا للمنفصلين منكم إذا صار فيه بينكم مشكلة وإنتم مش عم تحكوون على بعض حالياً ومشوف فيه بداية جديدة بينكم وأيضاً رح تعطيك نوع من الانتصار أو للطرف المظلوم أو ممكن تكونوا ممكن الاتنان مظلومين بصراحة بالعلاقة يعني ممكن تكون ظروف اللي بينكم اللي قدت إلى انتصال العلاقة ممكن تكون ظروف خارجية يعني خارج عن إرادتك وخارج عن إرادته ممكن ما تكون بالضرورة مشكلة صارت بينكم لكن عمشوف إنه عندك 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 يعني عندك بدايات جديدة وعندك تطور وإشي رح تطلع منه منتصر أو رح تطلع منه منتصرين ثم أيضاً عندك يعني في عندك هادي اللي رح يصير بالموضوع ممكن تكونوا انتو الاثنان اللي انظلمتوا بالموضوع رح يصير في بينكم يعني المصر ورح تطلع العلاقة عمشوف في ممكن تكون في فترة خمول فقط بينكم بوقت ما تلتقوا مع بعض أو تحكوا مع بعض أو تتواصلوا مع بعض لأنه في عندي هون طاقة انتظار حبايبي برج الميزان بتمنى القراءة تكون فاديتكم حبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحطلي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح تشوفكم في فيديو قادم شكراً لكم جميعاً اشتركوا في القناة